بسم الله الرحمن الرحيم قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة 200 متر مربع في مسقط رأسهم مع استثنائهم من شرط تقديم تعخد بعدم الاستفادة السابقة وكذلك منح الفائزين منحة مالية شهرية لمدة عشر سنوات تبدأ من تأريخ أول منحة وتجدد هذه المنحة كل ما حصلوا على إنجاز جديد بواقع 750 ألف دينار للفائز بالمركز الأول 700 ألف دينار للفائز بالمركز الثاني و 650 ألف دينار للفائز بالمركز الثالث الموافقة على إيجار المجمعات التسويقية الأكشاك المذكورة في قرار مجلس الوزراء المرقم 340 لسنة 2019 في بغداد والمحافظات كافة إلى العاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من غير المشمولين بمنح الرعاية والمشمولين بالمنح شرط قطع المنح عنهم وكذلك المشمولين بمبادرة ريادة إيجارها بسعر مناسب وفق آلية قانونية وضوابط تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وافق مجلس الوزراء على قيام سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاقد مع شركة متخصصة عالميا لتقييم المخاطر الناشئة عن المنشآت التي تجاوزت حدود أسطح العوائق ضمن مناطق الارتفاق الجوي لمطار بغداد الدولي ويكون التعاقد على نفقة المستثمرين للمنشآت على أن تودع المبالغ في حساب مصرفي وتصرف بأمر سلطة الطيران المدني أقر مجلس الوزراء تعديل الفقر الثاني من قرار مجلس الوزراء المرقم 23634 لسنة 2023 بحسب الآتي تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إعادة إعلان المشروع كفرصة استثمارية مع صلاحية التفاوض مع المستثمرين لإنشاء مجمع العامرية السكني في بغداد وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي الشمال الشرقي خط الخنساء مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف متر مربع باليوم صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطة الرفع والمعالجة كأمر غيار يضاف بصيغة أعمال إضافية إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل مع تولي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة التي تضمن التزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوة القضائية المرفوعة حالياً ضد أمانة بغداد واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم خمسين لسنة 2017 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقر أولاً من قرار مجلس الوزراء المرقم 286 لسنة 2022 بشأن تأليف فريق الجهد الخدمي والهندسي بحسب الآتي تأليف فريق للجهد الخدمي والهندسي برئاسة المهندس عبد الرزاق عبد محيسن محمد المدير العام لشركة حمرابي العامة الإنشائية التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وعضوية كل من واحد الدكتور قاسم علي عبد الحسين الظالمي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المواطنين ثنياً المهندس ضياء الدين ناظم عويد المستشار الفني لشؤون الإعمار مكتب رئيس مجلس الوزراء ثلاثة الفريق حاتم جبر خلف رئيس دائرة الإسناد الهندسي وزارة الدفاع أربعة المهندس محمود عزيز جبار المدير العام لدائرة مجاري بغداد أمانة بغداد خامساً اللواء الركن صبر فرحان حسين قيادة العمليات المشتركة ستة السيد أحمد عباس المالكي مدير الجهد الخدمي والهندسي هيئة الحجد الشعبي سبعة السيد عمار منعم علي المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ثمانية المهندس جاسم كاظم سيد المدير العام لشركة كهرباء بغداد وزارة الكهرباء تسعة المهندس ياسر أمجة سعيد مدير بلديات محافظة بغداد عشرة الدكتور نبيل غازي ثجيل مستشار قانوني مختص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 24183 لسنة 2024 بشأن شراء آليات تخصصية ليجتمل على بيع وزارة الصناعة والمعادن 130 آلية ومعدة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بمقدار 50% من الكلفة الكلية المعتمدة والبالغة 17 مليار و872 مليون و97 ألف وخمسمية وثمانية وثمانين دينارا على أن يتسلم فريق الجهد الخدمي والهندسي الآليات والمعدات جاهزة للعمل بحسب الطلب الذي قدم للشركة المذكورة آنفا بشأن تحديد تخصص كل آلية واستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويكون مبلغ تأهيل الآليات موضوع البحث فقط واحد مليار دينار من تخصيصات فريق الجهد الخدمي والهندسي والمبلغ المتبقي 2 مليار 67 مليون وأربعمية وسبعة ألف وستمية وثمانية وثلاثين دينارا من تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات والمباشرة بتوقيع العقد بتأهيل الآليات وتسليمها إلى فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسرع وقت لإدخالها في الخدمة وأقر مجلس الوزراء السماح لوزارة الكهرباء بالتعاقد على تجهيز محطات ثانوية متكاملة ومحطات إيهوس بكلفة كلية مقدارها 246 مليون و240 يورو وتخصيص سنوي لعام 2024 بمقدار 100 مليار دينار ويتم تزديد باقي مبلغ العقد حسب ما يتم رصده للأعوام اللاحقة والتمويل المتاح لتلك السنوات على أن يثبت ذلك ضمن شروط العقد وتتحمل الوزارة سلامة ودقة الإجراءات أقر مجلس الوزراء استثناء وزارة النفط شركة نفط البصرة من الضوابط والتعليمات الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن دخول مواد ومعدات الاتصال وأجهزة التحكم والسيطرات التي تخص عملية الإنتاج حال وصولها إلى الموانئ العراقية على أن ينجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقاً خدمة للصالح العام وتكون المواد والمعدات آنفاً خاضعة للفحص من الأجهزة المختصة بأي وقت وضمن متابعة شؤون القطاع النفطي وافق المجلس على التسوية الرضائية بين طرفي العقد وزارة النفط شركة نفط الوسط وشركة PPL الباكستانية وفق توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنهاء عقد الرقعة الاستكشافية رقم ثمانية وتوقيع اتفاقية التسوية الرضائية المتضمنة إغلاق المتطلبات المتقابلة للطرفين كافة بدفع مبلغ 6 ملايين دولار من شركة نفط الوسط إلى شركة PPL الباكستانية على أن يكون تزديد المبلغ من تخصيصات ومشروع تزديد مستحقات شركات جولات التراخيص عيناً بما يعادله من النفط الخام وفي إطار التعاون الدولي في مجال التخطيط السكاني وافق مجلس الوزراء على إنفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتأريخ 3 تموز 2024 وملحقها الموقعة في 19 آب 2024 استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 الموافقة على التقرير الدور الرابع الخاص بالاستعراض الدور الشامل المعد من قبل وزارة العدل وكذلك وافق على إحالة وزارة الخارجية التقرير المذكور آنفاً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنياذ في الموعد المحدد الأول من تشرين الأول 2024 وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر منتوج الزيت الصناعي ليصبح ألف دينار للتر الواحد بدلاً من ألف ومئة دينار للتر الواحد على أن يراجع السعر بعد سنة واحدة بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار بموجب دراسة اقتصادية وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات جرت الموافقة على ما يأتي أولاً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إعادة تأهيل جامع المرتضى النساف الفلوجة ثانياً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون إنشاء القاعات الدراسية لكلية الإدارة والاقتصاد إنشاء بناية الهندسة الكيميائية جامعة الأنبار وزيادة كلفة المكون الكلية مبلغ الإحالة الاحتياط الجديد الإشراف والمراقبة للمكون أعلاه ترجمة نانسي قنقر